فيلم اليتيمة يروي قصة زوجين اسمهما كيت وجون وكانا يواجهان علاقة زوجية مضطربة نتيجة لإجهاض الزوجة ثلاث مرات من قبل ويمتلكان جون وكيب طفلين ألا وهما ماكس التي كانت صماء ودنيال وهو طفل رضيع لهذا قرر الاثنين تبني طفلة من أحد دور الأيتام وقد وقع اختيارهما على طفلة روسية اسمها أستير التي بدت في بداية الأمر لطيفة الملامح والمعشر كذلك وتمر الأحداث كي تبدأ كيت باكتشاف الطفلة التي تبنتها ووجدت أنها غريبة الأطوار بالنسبة لها حقا إنها تميل لأن ترتدي ملابسها وتعرف العديد عن أمور العلاقة الجنسية بما لا يتناسب مع طفلة في سنها الأمر الذي أثار دهشة كيت وأرادت بشدة أن تعرف المزيد عن هذه الطفلة فذهبت للملجأ كي تعرف نشأتها وتتطلع على أي معلومات بخصوصها وهنا ذكبت كيت لمديرة الدار التي أخذ منها الطفلة كي تسألها بخصوصها فأجابتها صاحبة الدار بأن العديد من الأمور السيئة تحدث عند تواجد يستير في المكان ولسوء حظها سمعتها الفتاة وقد قررت أن تمتقم فلحقت الطفلة استير بالمديرة على الطرق في لال قيادتها لسيارتها وجعلتها تقوم بالانحراف عن الطريق السريع كي تتصيدها بعيد عن أعين الناس وقامت بتهشيم رأسها بواسطة مترقة ضخمة جدا وفارقت الحياة على الفور وبأحد الأيام صعدت الأم كيت بينما كان أطفالها في المدرسة من أجل تنظيف الغرف وقد تفاجأت بمعلومات مهمة جدا بخصوص أستير فقد دخلت الفتاة بمصحة للأمراض العقلية في هذه الأثناء حاولت الطفلة أن تقتل الطفل الرضيع دانيال وقد أخذوه للمستشفى فسعت أستير مرة أخرى لقتله من خلال خمقه بالوسادة إلا أنها تفشل أيضا وينجح الأطباء في إسعافه وعند ذلك الحد تيقنت كيت بأن شكوكها في محلها وحينها قامت بمهاجمة استير بالمستشفى إلا أن الأطباء وقتها قد ظنوا بأنها منهارة فقموا بحقمها بمسكنات ورجعت استير بصحبة ماكس وجون للبيت أما كيت فظلت في المستشفى وعند وصولهما للبيت بدأت الفتاة الصغيرة أستير بارتداء بعض الملابس الجنسية المثيرة وقد ذهبت لجون وأرادت أن تغريه وهو واقع تحت تأثير الهلوسة والسكر إلا أنها أزاحها وصرخ في وجهها وقال بأن زوجته محقة بشأنها وحينها استشاطت الفتاة غضبا وجلست تبكي وتهدد زوجة بأن تقوم بقتله وقد استفاقت كيت في المستشفى وتلقت اتصال من المصحة العقلية في أستونيا وعلمت بأن استير ليست بطفلة إنها مرأة في عمر الثلاثة وثلاثين عام ولكنها أصيبت بمرض التقزم الأمر الذي دفعها لأن تتظاهر بأنها طفلة الأمر الذي أعطاها فرصة للعديد من التبني من جانب عائلات عدة وكانت بكل مرة تريد إقامة علاقة مع الزوج إلا أنه يتم إبعاده ورفضها فتسيطر عليها حوالة منال جنون وتستشيط غضبا ودي قامت بقتل سبع أسر لرفضهما له وعندما سمعت كيت هذا الكلام انطلق نحو بيتها كي تنقذ عائلتها إلا أن استير قد سبقتها وقتلت جون ورأتها ابنته ماكس التي حاولت الاختبار بعيدا عنها فقامت استير بإطلاق النار على يدي كيت وبعدها ذهبت كيت تبحث عن ماكس إلى أن كيت استفقت طاردها ورسار عسويا وفي آل النهاية ركلت كيت استير بقدمها وكرة عنقها